أهلا بكم عندما أتت نتيجة فحص فيروس كورونا إيجابية لأحد العاملين في فيما الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ الأمريكية الشهر الماضي في محاولة لاحتواء الموقف جمعت قيادتها العاملين الآخرين في الطابق نفسه في غرفة واحدة الكتف بالكتف على هذه الشاكلة من دون مراعاة التباعد الاجتماعي والمعايير الضرورية لضمان عدم انتشار الفيروس تعاملت وكالة إدارة الطوارئ مع الموقف على صعيد مقرها الرئيسي في وقت من المفترض أنها الجهة الرائدة في مجال مكافحة الوباء على صعيد أنحاء الولايات الأمريكية جميعها الوكالة تابعة لوزارة الأمن الداخلي بميزانية نحو 29 مليار دولار لعام 2020 أخفقت حتى هذه الساعة في إدارة ملف مكافحة كورونا إذ لم تفرج عن مواردها المالية لمساعدة المناطق المنكوبة إلا في الثامن عشر من أذار مارس بعدما تخط حجم الإصابات بالفيروس الثلاثة عشر ألفا وفي حين أنها يفترض أنها تمتلك مخزونا هائلا من الأجهزة انكشفت لناحية عدم تخزين العدد المقبول من المواد وتبين لاحقا أن معظمه إما غير صالح للاستعمال أو منتهي الصلاحية فاضطرت للبحث عن موارد ومنتجات خارج الولايات المتحدة لسد النقص الهائل وطلبت من التواقم الطبية إعادة تدوير واستخدام الموارد الراهنة لحين توفر إمدادات إضافية مما أثار موجة غضب بين السياسيين والقطاع الصحي على حد سواء كذلك حثت الوكالة الأجهزة والوكالات الموازية للطوارئ على استخدام ميزانياتها لشراء المعدات من السوق وعدم الركون لمواردها هي إدارة الوكالة عرضت لانتقادات حادة حيث اتهمت بمحابات قادة الحزب الجمهوري مما حرم أبرز الولايات المنكوبة من الموارد ما تسبب في تصاعد عدد المصابين والوفيات الوكالة بطاقم يناهز 20 ألف موظف 2600 منهم فقط فرز لمكافحة الوباء تتدرع بأن مكافحة كورونا تزامنت مع شبه استنزاف لمواردها في إطفاء واحتواء الحرائق التي هددت الولايات الغربية تلتها مكافحة النتائج الناجمة عن الأعصير التي ضربت جنوبي البلاد